جدل كبير يسبق موعد الانتخابات المبكرة حتى قبل أشهر من إجرائها واستحديث عن إمكانية حدوث التزوير المضاعف فيها بعد أن زادت نقمة الشارع العراقي على الطبقة السياسية الفاسدة وإذا كان موقف العراقيين الرافض لإجراء هذه الانتخابات ينطلق من مبررات حقيقية تتعلق بفوضى السلاح ونفوذ الميليشيات والتزوير الذي رافق جميع الانتخابات السابقة فإن الأحزاب الرافضة للانتخابات تنطلق من دوافع مختلفة أبرزها خشيتها من خسارة مكاسبها ونفوذها النائب عن تحارف القوى أحمد مظهر قال إن الانتخابات السابقة تعرضت لعمليات تزوير بالنتائج بسبب السلاح المنثلت الذي وصلت نسبته حينها إلى 50% أما الآن فإن النسبة تصل إلى 80% وبالتالي فلن يكون هناك أي تغيير بل ستزداد المشاكل أكثر مع تدخل دول إقليمية في إشارة لإيران التي لن تسمح بتراجع مصالحها ولو أحرقت العراق بالكامل من جانبه شدد النائب السابق رائد فهمي على وجوب رفض إعادة تدوير منظومة المحاصصة والفساد التي كانت ولا تزال المسؤولة عن المآسي التي يعيشها العراق وبين أن الحديث عن عقد سياسي جديد في العراق لن يغير شيئا بسبب هيمنة المنظومة الحاكمة التي تمثل نتاج أحزاب انتهجت سياسة المحاصصة في كل شيء ورقة الطائفية والقومية التي اعتادت الأحزاب على لعبها مع كل انتخابات ستكون حاضرة بقوة بسبب مخوف تلك الأحزاب من خسارة مقاعدها التي حصلت عليها في الانتخابات الماضية وفق ما يؤكده النائب عمر الفائز الذي بيّن أن تلك القوى ستلجأ إلى إثارة الفتن كذريعة للبقاء في كرسي السلطة بينما تزداد قناعة الشارع العراقي بعبثية الحديث عن تغيير من داخل المنظومة السياسية التي لم يعد ثمة مناصم من التخلص منها ومن كل الدمار الذي خلفته في العراق